مرحبا هزيزي برج الجوزاء بشكل عام طاقتكم اليوم او طاقة الشريك القادم خلي نقول خفيفة ما فيها طاقة ستاك مثل الابراج اللي قرأتها قبلكم فهذا الخبر جدا جيد احس انكم في هذه الفترة خفت اعبائكم من الماضي او وصلت مرحلة مرتاحين فيها من الاشياء اللي حدثت في الماضي ليس شرط ان اتعافيته بالكامل ولكن وصلت مرحلة معينة من الراحة واستسلمته يعني للواقع حاليا اشوفكم استسلمين ومرتاحين الشخص القادم باتجاهك عزيزي برج الجوزاء فارس الخماسيات مواصفاته العامة قبل ما ادخل في القراءة هو شخص محب مستقر جدا في طاقته وفي ولكن فارس الخماسيات من ابطاء الفرسان في التارو كلهم يعني هذا الفارس جدا بطيء لدرجة انه تشوف الحصان كأن لا يتحرك فاحتمال ان هذا الشخص طبيعته جدا حذر يعيد التفكير في الامور مرارا وتكرارا في عقله قبل ان يتحرك شبر واحد باتجاهك او على الأقل هذه الفترة او في المستقبل اللي راح يكون بهذا الشكل جدا جدا يحسب ويوزن الامور قبل ان يتحرك وهذا احتمال يكون سبب تأخير قدومه لحد الان لك بشكل عام بعد اشوف تو سيناريوز قصتين احتمال ان يكون بالنسبالك شخص من الماضي لانه عندنا كرتين تبع الماضي الطاقة القوية ما اقدر انكرها احتمال ان يكون شخص من الماضي ولكن غير متوقع يعني اللي قاعدة اسمعه ان شخص من الماضي ولكن مو هو بالضبط الشخص اللي انت في بالك او يكون شخص جديد التقيت فيه بالماضي ما صار بينكم اي علاقة او حتى احتكاك مجرد التقيت فيه في بيئة عامة في بيئة عمل بيئة تجمع اهل اصدقاء ولم حتى تعيره اي اهتمام او هو لم يعيرك اي اهتمام ولكن ايضا يعتبر من الماضي يعني التقيت فيه في مناسبة من المناسبات ولكن هذا الشخص يتذكرك يعني احتمال اذا انت لم تعرى اي اهتمام هذا الشخص جدا حاطك في باله وحاطك من اولوياته وهذا سبب قدومه هاي الفترة هذا الشخص خلينا نروح مع سيناريو رقم واحد اذا كان اتاك من الماضي فهو كان في فترة ما في السابق لديه الكثير من المهام والمشاغل في حياته فيه امور متعلقة سواء كنت بتقول ايجابية او سلبية علاقات سابقة اشخاص ثانين هموم عنده هموم عنده مسئوليات عنده ارتباطات اجتماعية او مالية او اشياء تتحلق بالماضي ففي فترة من الفترات كان غير قادر انه يقدم لك اي شيء عنده توب انتكلز خماسيين في يده ومشغول فلا يستطيع ان حتى لو اراد ان يخطو باتجاهك لا يستطيع لان لحد الان كان في امور غير مختومة امور غير منتهية من الماضي هذا في فترة من الفترات ولكن ان شاء الله في الفترة القادمة احتمال مثل ما قلت لك هذا الفارس بطيء يعني هو يعرف ماذا يريد نعم يريدك انت يريد معك العلاقة او الارتباط نعم ولكن مشكلته جدا بطيء يعني مثل السلحفة او حتى ابطأ احتمال لان الفارس لا تتحرك هذا الفارس احتمال عنده تخوف واحتمال انه جدا حذر بسبب طريقة تفكيره وهو عنده نفس طريقة التفكير هاي اللي قاعد اسمعه دائما طريقة التفكيره شوي متشائم او يخاف من الراف جدا يخاف من الراف حتى لو انت كنت مبين لانك تحبه لو انت مبين لانك متقبله انت مبين لانك مستعد احتمال احس انه ردت فعلك او قبولك في هاي المعادلة بالنسبة لها كأنه غير موجود هذا الشخص عالق في تفكيره وخوفه من الراف وضع على هالحال فترة وهذا سبب تأخيره اذا تحس انه تأخر عليك هذا سبب تأخيره في هاي النوعية من الناس ترى موجودين حولنا طول الوقت ولكن ما ننتبه لهم لانهم ما ياخذون اي فعل دائما يكونون مرحلة الوقوف في حياتهم لا يتقدمون ولا يرجعون للوراء وتقدمهم يكون مثل الحلزون يعني بطي ما اسبب خوف هذا الشخص هذا الشخص اشوفه لو كان في الماضي لو كان شخص من الماضي ووضعك في سيناريوهات غير جيدة مثلا صار في خيانة صار في اشخاص طانين صار في خذلان خذلك في الماضي لو فهذا الشخص حاليا اشوفه يأتي في اتجاهك جدا خفيف المتاع يعني ما عنده ما عنده الا انت في باله ما عنده الا العرض اللي يريد ان يقدم لك ما عنده شيء ثاني او شيء يخفي او شيء اذا كان في طاقة داكنة في الماضي طاقة تلاعب او تخبية الحقيقة او النك هاي الطاقة غير موجودة في هذا الشخص اذا كان جديد او اذا كان راجع من الماضي فهو تخلص مثل ما قد لك من الامور المتعلقة بالماضي الامور التي تشغل كانت عنك في الماضي وتمنع من الماضي قدما في المرحلة القادمة هو اختارك ما بين كل امور وكذا الشخص وكذا الشيء عنده في حياته هو اختارك من فترة طويلة احس انه وقع وقع نظره عليك ووقع اختياره عليك انت من بين كل الناس هذا نصيبك يعني بالاحرى عندك بطاقة strength القوة وهي طاقة برج الاسد وطاقة نارية وعندك ايضا طاقة ثلاثة الاخصان احس ان هذا الشخص احتمال انه سبب خوفه انه مثل ما قلت لك يخاف من الرفض اخاف اذا ارجع لك انت تكون مشغول بشخص ثاني انت تعطي ظهرك بالنسبة له هاي الموضوع فوبيا انت بالنسبة لك اوكي خلي يرجع اذا اتفقنا بنرجع حق بعض اذا ما اتفقنا ما مشكلة هذا بالنسبة له عكسك تماما الموضوع جدا مصيري وجدا جاد وجدا يعني ما يقدر يخطأ فيه ما في مجال للخطأ في هذا الموضوع بالنسبة له لانه جدا يخاف من الرفض او خاف انك ترفضه ولكن في المرحلة القادمة حتى لو انت اشوف بعد حتى لو انت كان هو شخص من الماضي وتعبك او دخلك معاه في مشاكل وفي الدراما وفي مواضيع مثل الخيانة هذا الشخص حتى لو انك رفضت رفض مبدئي عشان مثلا كرامتك وعشان اراضيك وعشان الزعل اللي صار حتى لو رفضت وعطيت ظهرك فهذا الشخص انا قلت لك بطيء وقلت لك فارس وقلت لك حذر وخائف ولكن في نفس الوقت حتى لو رفضت رح يستجمع كل قوة رح يستجمع كل قوة انه يرجعلك او رح يستجمع كل قوة انه يقنعك انه بدل ما تدير ظهرك تقابله مرة ثانية لانه عنده عرض فارس الخماسيات عنده عرض عنده شيء يريد ان يقدمه لك شيء ملموس ممكن يكون خاتم قطبة ممكن يكون شيء ذا قيمة ثابت في العلاقة شيء مثل ما نقولون يختم العقد او يختم الصفقة يثبت العلاقة ممكن يكون شيء جاد يعني ولكن عليك يعني انت تفهم شوي الطرف الثاني انه هذا الشيء رح يستنزف كل قوته لانه ايضا هو موضوع فوبيا بالنسبة له ان انت تعرض عنه او انت ترفضه او ما تتجاوب معه ليش هو حاصب هالشيء هو عنده نوع من تأنيب الضمير احس لحد الان حتى لو انه قادم باتجاهك متاع خفيف تخلص من الماضي انتهى من مرحلة المشاكل وعدم وعدم يعني التردد حتى لو انه انتهى من هذه المرحلة ولكنه لحد الان يتذكر احتمال الالم اللي وضعك فيه او خلاك تعيش في هاي التجارب السيئة معاه او الالم او الحزن هو يتذكر هاي اللي قاعدة اسمعه الحين هو يتذكر بالضبط بالتفاصيل اليوم الذي اعرض فيه عنك او اليوم الذي لم يهتم فيه تجاهك فخايف انه يصير عنده سيناريو مثل ما تفعل تجازه اليوم قراءتكم جدا متشعبة فيها كذا سيناريو احس كذا حالة في نفس القراءة وهذا شيء جيد عشان تطلع القراءة دقيقة جدا تناسبكم في ايجها اذا عكستوها تناسبكم مثل ما قلتلك عزيزي هذا الشخص عارف جدا ومذكر جدا وغير ناسي للالم الذي وضعك فيه عندما كان لديه اكثر من شخص اكثر من علاقة غير مستقر متردد هو يتذكر ويخاف انه اذا رجع تجاهك وعرض عليك شيء انت تذكره باليوم الذي هو اعرض فيه عنك او اليوم الذي عملك فيه بلوك او اليوم الذي لم يعرف قدرك فيه فهو يخاف ايضا عنده خوف لانه لا يريد ان تكون هذه نهاية العلاقة مثل ما قلتلك هو اتي وعنده عرض ذا قيمة عرض فيه استقرار لك ولا نفرض انك وقعد احس انك رح في البداية رح تحاول انك تعرض عنه او تشكك في نوايا او دايما عندك احس خوف يا برج الجوزة انه يتكرر نمط الحبيب يعني انت حس نظرتك دايما للماضي هنا بعد شلون؟ يعني بغض النظر التغيير الذي يمر خلاله الحبيب او الشريك او بغض النظر عن هذا الشخص الجديد وما يحمله من نوايا طيبة تجاهك انت لحد الان عندك مشاعر ألم من الماضي قعد تتذكر نمط العلاقات اللي فشلت في حياتك فتخاف دايما تخاف من تكرار النمط تخاف ان هاي الشخص يساوي مثل اللي شوه شخص قبله تذكر لان هاي بنتكل وهي عنده بنتكل فيذكرك فيه اذا كان شخص جديد هو يذكرك فيه عنده شيء ذا قيمة يشابه في الطاقة هذا عنده بعد شيء بنتكل خماسي عنده ففيه تشابه في الطاقة وهذا الشي قعد يخافك عشان تذيء احتمال في البداية انك تعرض عنه تعطيه ظهرك مثل ما قلت لك تعطيه ظهرك وما يرى منك الا ظهرك احس انه ايضا فيه عدم ثقة يعني كأنك غير وافق في نوايا هالشخص ومن حقك ساعات نمر بظروفه ونمر بامور تترك بصمتها علينا مثل السكسوفوتر سكسوفوتر هي عبارة عن بصمة للمشاعر ان تتعود على طريقة ذكريات معينة سواء كانت جيدة او سيئة تتعود عليها بحيث انها تترك بصمتها عندك فصعب ان تطلع حتى انت يا برج الجوزاء من هاي النمط وتواجه الحقيقة الجديدة حتى انت بالنسبالك فعشان اني عشان تذيء الرسالة تقولك تحتاج الى القوة ان تواجه الماضي تواجه مش هذا الشخص تواجه المشاعر اللي عندك اياها من الماضي مشاعر الخذلان مشاعر كلهم زي بعضهم مشاعر الامر تكرر سوف يتكرر كأنك قاعد تنتظر ان العلاقة تفشل مرة ثانية مو قاعد تنتظر تكليلها او انتهاءها بالزواج لا قاعد تنتظر الفشل في اي مرحلة من المراحل كأنه ما عندك ايمان فقدت الايمان في الاشخاص وفي الحب وفي نواياهم ايضا حتى لو كنت ما تعترف لنفسك حتى لو كنت تقنع نفسك وتقول انا قاعد انتظر الحبيب ومنفتح من اجل الحب وعندك شيء من الماضي لحد الان لم تغلقه لما تبتدي لما تكون عندك قدرة انك تبتدي تشوف الزين في الاخرين النواية الطيبة في الاخرين دايما الجانب الايجابي في الاخرين ولا تبحث عن اين يقعون من الماضي بماذا يذكرونك في الماضي هنا تعرف انك خلاص تجاوزت هاي المرحلة ومستعد للبداية الجديدة فاذا كان الحبيب مشكلته انه بطيء وغير واثق وحذر وجدا يستغرق كثيرا في التفكير ثم الافعال التفكير والافعال ياخذ وقت كثير فيهم انت مشكلتك المشاعر الدفينة ما الذي اتوقع انه يحدث في المستقبل من التارو عندنا سبعة الاخصان طاقة المحارب شخص واحد قاعد يحارب عدد اشخاص عندنا الغصنين عندنا سبعة الخماسيات وعندنا جاستس العدالة راح ابتدي باول كارتين سبعة الاخصان هذا الشخص راح يحارب عشانك حتى لو انت كنت تشوفه هني ضعيف وغير ناضج وغير قوي لان الفارس ف النهاية ليس ملك يعني مو نفس الطاقة ولكن هذا الشخص سيحارب سيثبتك أنك أنت المخطئ سيحارب من أجلك يعني لو كان هو أخطاء في الماضي فسيثبت لك أنه أنت في الحاضر أنت الغلطان يعني في طريقة تفكيرك سيثبت لك أنه فعلا فيه تغيير أو فعلا أنا لست مثل الأشخاص اللي تعرفت عليهم في السابق أو احتمال أنا أشابهم أشبههم اللي من الماضي ولكن أنا نظيف أنا جديد أنا ليست لدي المشاكل الارتباطات في الماضي تخلصت منها قبل أن أقدم إليك أنا أتخلص من هاي المشاكل قبل أن أتجه في رحلة يعني باتجاهك أنا أتخلص من هاي المشاكل فمن أجل نيته هاي الشخص مستعد أن يحارب مستعد أن يثبت نيته حسن نيته ومستعد أيضا يحارب لو أنت كنت لحد الآن في هاي المرحلة تحن إلى شخص من الماضي أو تنتظر شخص من الماضي وهو شخص احتمال جديد هاي الشخص مستعد يحارب عشان العلاقة عشان يلفت انتباهك له لأن أنت هني مستغرق في ذكرياتك مع شخص من الماضي هاي الشخص بيدخل حياتك ويقول لك أعرني اهتمامك لدي شيء ذا قيمة أقدم لك نواياي صافية احتمال أنا أخذت وقت كفاية وأكثر من كفاية عشان أوصل لعندك ولكن عندما وصلت أنا نواياي صادقة وأنا قوي وأستطيع أن أحارب عشان العلاقة أستطيع أقوم بواجبي أثبت العلاقة ليس فقط أن أصل عندك وأخذ منك القبول أو الرف ولكن سوف أبقى لأحارب لكي أرى هذه العلاقة تثمر على المدى الطويل من ثم لدينا الغصنين الغصنين أراهم أن هذا الشخص تعرف الين واليان تكملة الأبيض والأسود الرمز اللي يكملون بعض هذا الشخص يرى فيك ما يكمله يرى فيك ما كان يبحث عنه من زمن طويل فعلا يعني هو أحس أنه عندما يحصل عليك تشوف سعيد ومستانس ومن بهر تحسه متحمس متحمس تجاه الحياة تتغير طاقتها من طاقة التراب والأرض طاقة مستقرة بطيئة إلى طاقة نارية تبتدع عنده شرارة الحماس للحياة الحماس أننا نبني مع بعض مشاريع جديدة خل ناخذ العلاقة لمنحة جديد خل نطور في العلاقة دايماً بتكون فيه مقترحات من جانب هذا الشخص تبين لك أنه مستعد يبني معك مستعد دايماً حتى قبل ما أنت تكون مستعد وهو مستعد قبلك وأسرع منك عشان يأخذ الأمور لمنحة جد يأخذ الأمور خطبة زيادة مرحلة زيادة هذا خبر جداً سعيد أنه على الأقل لما يوصل عندك رح يكون يستطيع أن يحارب رح يستطيع أن يبني من ثم عندنا سبعة الخماسيات والعدالة أرى أنهم هذلين طاقتك لأنه نشوف عندنا عندنا سبعة الأغصان وسبعة الخماسيات فطاقتك تقابل طاقته هو مستعد أن يحارب أنت تحس أنك انتصرت شلون لأنه عندنا الجسس واقفة بينهم وهي العدالة تحس أن من العدالة الإلهية هاي العلاقة بالنسبة لك بغض النظر من الشخص الذي سيأتي من الماضي أو من الحاضر يعني شخص جديد أنت ستحس أن العدالة الإلهية لكل المشاكل التي مرت فيها تتحقق في هاي الخاتمة لأنه أنت انتظرت بما فيه الكفاية استثمرت بما فيه الكفاية آمنت بأشخاص وجازرت في العلاقات والحب بما فيه الكفاية رح تحس أنه مثل الريورد أو الجائزة المكافأة التي تحصل عليها مقابل صبرك ورعايتك وإيمانك بالناس مقابل جهدك رح تحس أنه فيه عدالة إلهية لأن هاي الفترة أشوف أو الفترة القادمة سوري الفترة القادمة أشوف أن طاقتك أنت رح تكون مرتاح أنت قمت بالعمل بالجزء المتعب رح تشوف أنه فيه عدالة إلهية تتحقق عندما يحين الوقت أن أنت ترتاح أنت تكون جالس في مكانك أوكي والجهد يقع على شخص ثاني هذا الشخص هو اللي لازم يبرهن لك نيته واستعداده أنت رح تكون مرتاح إن شاء الله وهذا خبر زين مثل ما قدت لك قراءتك اليوم جدا خفيفة سواء الشخص اللي تنتظر وتتوقعه من الماضي أو الحاضر أو حتى سيأتيك شخص جديد قراءة جدا خفيفة طاقتها تنهضم أوكي ليش أنا قلت لك احتمال كبير إن شخص من الماضي لأن هذا طاقة الرنيول كارت رقم عشرين هو كارت الموت لا سوري جاجمنت رنيول هو الجاجمنت احتمالي أنا أشوفهم أيضا إذا كنت شخص من الماضي فهو راح يبتدي معاك بداية جدا جديدة على أسس جديدة لا تسيء الظن وتعتقد أنه راح يبني معاك مكان ما توقفت في السابق لا تغلط هاي الغلطة وتفكر هاي التفكير وتتوقع منه أن يتصرف به هاي الطريقة مثل السابق هاي الشخص راح يكون جديد يأتيك جديد وإن كان من الماضي سيأتيك جديد بحلته الجديدة فعلا راح يتغير مبس شكلا أو تصرفاته الخارجية شكلا ومضموما راح يكون جديد يعني طاقة هذا الشخص المتردد مأثر حتى على طريقة قراءتي مع الحمل والثور ما كنت أخطأ في الكلمات شوفوا هني حتى الكلمات عندي ما تطلع بسهولة الشخص هذا جدا في هاي المرحلة لحد الآن قبل ما ينطلق لحد الآن هو في مرحلة التفكير لما ينطلق راح يكون أثبت هاي الفارس ثابت ولكن داما بعد في مرحلة التفكير فهو مأثر حتى على طاقتي وأنا صرت مترددة الكلمات لا تخرج بسهولة أتلعفم ولكن في مرحلة قادمة تنتظركم مرحلة ما بعد التردد ما بعد الانتظار ما بعد الاستثمار ترقب هاي المرحلة لأنها هاي المرحلة اللي انت تستطيع فيها انك تكون مرتاح تريح بالك لما تأتي هاي المرحلة انت عملك المتعب الجزء المتعب من عملك انتهى كل اللي لازم تسوي ان انت تكون متقبل البداية الجديدة لأن اذا انت أضط ظهرك لهاي البداية الجديدة ما راح تصير إرادتك الحرة هي اللي راح تتغلب الواقع والفرصة بلا تشك عزيزي لحظة واحدة ان هاي الشخص سيأتيك ومعه نفس المشاكل من الماضي نفس الأمور غير المحلولة من الماضي لا سيأتيك ويكون جدا مستعد ان يبني معاك من جديد هو جدا خط الماضي يعني مر بمراحل كرت الججمنت هو كرت الاشخاص الذين يظهرون من القبور لأن هاي الشخص احسى مثل اللي استوعب بعد وقت ما او مرحلة ما استوعب ان انت الشخص المنشود يعني انت مثل بالنسبة له مثل لوز وسكر انت شخصة كاملة هذا الشخص اكتشف احتمال بعد فترة الانفصال او الفراق او الابتعاد اكتشف مثل في لحظة ما مثل النور اللي صار في رأسه او الاضاءة جات الفكرة واستوعب ان مغامرات الحياة اللي فعلا بخاطر ان يسويها لا يراها الا معاك يين واليان تكملون بعض طاقتك مع طاقته يحسها تنمزج وتمثله كل السعادة عندما يتخيل السعادة يتخيلك انت بجانبه ولكن استيقظ يوم من الايام احتمال ولقاك انه او بجانبه فهاي الدافع والحافز من توجهه اليك اذا القراءة تحس انها معكوسة باي جانب اعكسها عشان تناسب حالتك و رح اسحب لك الحين اخر كرت تبع النصيحة اخر كرت تبع النصيحة اخر كرت تبع النصيحة ببرج الجوزاء الخصوص اخر كرت تبع النصيحة و صفات شرك القادم و هي المسيحة 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 ใ�� 꺼리로 تبع النصيحة و هي المسيحة و هي المسيحة اخرى етровي والاكرم اخرى اخرى ارجوه و هنف قلrendo اذا كان عندكم اي سؤال بخصوص ليش ما اخلط الاوراق مباشر فهذا هو الجواب عندي علاقة شوي غريبة مع الاوراق لازم الكرت يسقط اخلطه لحد ما يسقط ويسقط ويكون سنجل لحاله فياخذ وقت جدا طويل عشان اجهز الاوراق بهاي الطريقة لكم اخذ وقت جدا طويل فعشان تريد ما اخلط الاوراق امام الكاميرا رسالة لكم برج الجوزاء بالضبط بالضبط حلك الوحيد لتخلص من نمط الماضي من الدوامة اللي انت حاط فيها نفسك دوامة الخوف ان اما اذا هاي شخص جديد انت شاك في نواياه اذا كان شخص قديم انت شاك في تغييره هل هو فعلا تغير حكم قلبك اسأل قلبك تكلم لغة الحب اشلون يعني لما اوقات نفكر بعقلنا ممكن نطلع نتيجة جدا منطقية وايجابية بساعات الحب ما يكون منطقي ما في منطق يفسر ليش شخص رفضك في الماضي ومستثمر معاك ومهتم فيك لم يعرف قدرك في الماضي ما في تفسير منطقي ان ليش يرجع ما فيه فالوضع هني شوي فيه مشاعر مشاعر لحظة انارة اكثر من العقل ما فيه هني كثيرا ضاقة سيوف انت ايضا بالنسبة لك عليك ان تتخطى الماضي وكيف اعتد ان ترى الشركاء او الاحباب النمط الذي كانوا يعيشون فيه تتخطى هاي الماضي عسان تقدر تفكر بشكل حيادي بشأن هاي الشخص اذا هو جديد هل هو فعلا انسان جيد وصادق معاي واذا هو قديم هل هو فعلا تغير وسيستطيع ان يبني معاي هاي الحياة الجديدة شكرا عزيزي برج الجوزة اتمنى ان القراءة شكرا اشتركوا في القنة